مكرونة بالبشاميل طريقتي أنا لما أجعلت مكرونة بالبشاميل بأس لقوا المكرونة يا ستة كل minutos السوا راحت ستة كل ولا معنا مادام هيبة بأس لقوا المكرونة نص السوا المكرونة اللي ب requirement اللي هي الألم واحتفظ بشوية مية من مية السلق واعمل البشاميلuer معلاتين دييق وسمنا بلدي بعد ما أعمل البشاميل destiny بالدييق وسمنا البلدي و الحليب أستفيد بمية سلق المكرونة وزوتها كريمة لباني اختياري يا ستة كل تضيف او ما تضفيش. ضفتي تبقى دسمة. ما ضفتيش تبقى قلتي الدسامة. عملنا البشاميل. نخليها على جنب. نجيب الماكارونا. نخليها على جنب. ونحط عليها نقطتين من الزيت او معلية الزيت علشان ما تعجنش. وحزاري. وبحزرك. تخسل الماكارونا بعد سلقها. دي من الاخطاء الشائعة اللي بتوع فيها كل ست بيت. الماكارونا ما تتغسلش بعد السلق. نهائيا من اللي بقولي الكلام ده. الشي في المغازي. بعد كده يا ست الكل عازة تعمليها باللحم الضاني او باللحم الكندوز المفروم. هتعسج اللحم اللي هو سوس بلونيز. يا نعم. نعسج اللحمة بالبصلة والتومة. بالزعتر والطماطم ونسيبها تستيوى على النار. بعد كده بنجيب نص كمية البشاميل بنخلطها على نص كمية البشاميل بنخلطها على ايه? على الماكارونا. والنص التاني بنخليها على جنب. بنخلط عليه بيضة وشوية جبنة. بناخد الماكارونا المخلوطة بالبشاميل بنحط رسها في ارضية الكسرولة لتخش الفرن. ونحط اللي هي اللحمة المفرومة المتعسجة. وبعدين نحط نص كمية البشاميل تانية المخلوطة بالمكارونا. ونسويها بالشوكة وبالمعلاء او بالزباتيولة. تبقى فيه تلات طبقات. طبقة مكارونا مخلوطة ببشاميل. طبقة اللحمة المفرومة اللي هو سوس بلونيز. والطبقة الاخيرة طبقة مكارونا مخلوطة بالبشاميلة. ما انتهيش مني اه? ركز معي انا مركز مع ان انا ما عندي شغل انا. خلي بالي. ما تزعلنش منك. وبعد كده يا ست الكل بنعمل ايه? بناخد البشاميلة الباقي عندنا مخلوط بالبيض. بحطوط عليه شوية جبنة. بنحطه طبقة اخيرة واندخلها الفر. بيطلع لونها برونزي فوسفوري جميل جدا. هتدقي لي بعد كده. ممكن تخلطي مع البشاميلة ده شوية زعتر او شوية بقدوني سو شوية ريحان. تبقى انت احسن مني. موسيقى موسيقى